الولد سامي كمال الدين فاكرينه سامي كمال الدين أحد هؤلاء المرتزقة الذباب الإخواني أو الذباب الذي يقف عنده على أحذية الإخوان هو بيقول أنه ليس إخواني لكنني أراه أحد الذباب أو البعوض الذي يقف دائما على نوافذ الإخوان ينهل من قزارتهم ثم ينقلها من مكان إلى آخر سامي كمال الدين هذا المريض النفسي بيتكلم النهاردة بيقول أدعو الشعب المصر العظيم إلى العصيان المدني أدعو الجيش المصر العظيم إلى العصيان أدعو الداخلية المصرية إلى العصيان احموا نفسكم نفسكم من فيروس كورونا هل زايد تنفذ مخطط لضرب الشعب المصري في أخطر توقيت وهنا طريقة التنفيذ عمل حاجة عنده على الفيسبوك تعليق الدراسة في مصر ومش عرف إيه والله 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 الذي لا إله إلا هو هذا أحقر من أن يرد عليه لكن ما لفت نظري أن اللي عمله سامي كمال الدين عمله آخرين من الإخوان والتابعين برضو الزباب الإخواني والمرتزق الإخوان يعني الولا جو شو عامل نفس القصة وآيمان نور نفس الكلام وسامي كمال الدين نفس الكلام يعني ناس تبحث فقط عن الخراب ودعوة فقط للخراب والراجل اللي في أمريكا اللي احنا جبناه جبناكم الفيديو بتاعه اللي بيقول اللي عنده كورونا يخش على الناس ويعدي الناس ويقوله بهجة صابر والله يا إبراهيم يا إبراهيم يا جاد لو سمحت الفيديو بتاع بهجة صابر يترجم بكل اللغات اللغة العربية اللي إنجليزية والفرنسية والألمانية ونبعاته لكل مكان ده لو موجود في أي دولة من الدول اللي برة وعرفوا اللي بيقوله لأنه بتكلم بالعرب في الشارع لما ترجم هذا الكلام ويتحر منه في الولايات المتحدة الأمريكية وقعد في نيويورك زي الكلب هناك أعتقد أنه لابد أنه يحاكم بتهمة ايه تحريد على نشر فيروس العالم كله بتكلم يلسه دلوقتي حالا منظمة الصحة العالمية بتعلن أن فيروس كورونا وباء عالمي قالت المنظمة النهاردة أنها قلقة للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي وأضافت أنه يمكن تصنيفه وباء عالميا يطلب واحد زي بها جاد صبر يقول انشره وخش على الناس واعديهم أعتقد ما فيش منطق ما فيش عقل ما فيش دين ما فيش إنسانية تسمح بهذا سامي كمال الدين سامي كمال الدين بيفضح نفسه أكثر مما كنت أتوقع أنا كنت أتوقع أنه يعني هيكسف على دمه شوية في حاجة يعني يقول لكن النهاردة جاي بتكلم في كورونا بيقول إن الحقه ده مخاطر ضرب الشعب المصري والله 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 تاني حزاء الدكتورة هالة زايد بسامي كمال الدين وكل من على شاكلته وحزاء هالة زايد وزيرة الصحة ومجهودها وإخلاصها أفضل وأطهر من كل جامعة الإخوان هو وقعوا مع بعض سامي كمال الدين بيتكلم على أيمن نور بس أنا ما عنديش وقت لأن أيمن نور لأن أيمن نور عندي ليه فضيحة كبيرة هبقى أقولها في الحلقة اللي جاية بس ما عنديش وقت النهاردة عندي حاجات أهم